يعني من قرأ حرفا من كتاب لا عشر حسنات يضعف الصدق بعشر أمثال إلى سبعمائة ضعف لا ضعف من قتل وزغ من أول ضربة فله مئة حسنة كل خطوة تمشي إلى الصلاة تكتب حسنة تمحى سيئة ترفع درجة وهكذا إلا الصيام قال فإنه لي وأنا أجزي به فلا تعرف الملائكة كم أجر الصيام خرص أكتبوك ما هو يوم القيامة يجزي به عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من شرفه عنده لأنه سر سر لأنه سر بينك وبينه لا يطلع عليه إلا هو النية خفية ممكن واحد ينوي الإفطار لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك لكن ترك لله ترك لله وكذلك فإن هذا الصيام فيه كسر النفس لله التواضع لله وعدم التورط فيما يخرق الصيام غيبة كذب أكل مال حرام ظلم ومن العجيب أن بعض الناس يتحرز من الغبار ومعجون الأسنان وبقايا السواك ويسأل عن تفاصيل التفاصيل ثم لا يتحرز لا يتحرز من ظلم العباد أكل الحقوق الاعتداء كيف هذا؟ لا بد أن يدفعنا الصيام إلى حفظ حدود الله ونحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله نحب على ما أنعم علينا ومن النعم هذه العبادة لأنه فيه رزق الأبدان ورزق الأديان ونخاف الله فلا نخلق صيامنا وكذلك نرجوه يعني نحتسب الأجر والثواب عنده والمؤمن عنده حسن ظن بالله عنده حسن ظن بربه وهذه عبادة عبادة يشترك فيها القلب وكذلك الجوارح التي تمسك وتصوم فيصوم سمعك عن الحرام ويصوم بصرك عن الحرام وتصوم يدك عن بطش الحرام ورجلك عن مشي إلى الحرام ويصوم الفرج عن الحرام فإذا كان هو إذا كان هذا المسلم الذي يمنع نفسه عن أشياء كثيرة لله قد بلغ هذا الشهر يرجو رحمة ربه ونحن نهن أنفسنا ببلوغ شهرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعله عاما مباركا وشهرا مباركا وعبادة مباركة وشهر نصر وعز وفتح للإسلام والمسلمين كنا نتشوق للشهر فها قد بلغناه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح في أبواب الجنة ويغلق ويغلق في أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين إذن أعاننا على العبادة فالليلة هذه فتحت أبواب الجنة الليلة هذه غلقت أبواب النار الليلة هذه صفذت مرضة الشياطين ولا شك أن الشر في رمضان أقل من غيره وأن الشياطين في رمضان لا تصل إلى ما تصل إليه خارج رمضان ولا تتمكن من عمل مثل ما كانت تعمل من العمل مثل ما كانت تعمل خارج رمضان قبل وبعد ونحن في استعدادنا وتهيئنا لشهرنا وإقبالنا على ربنا فإننا نغرس الآن نغتنم الشهر هذا وقلنا فلتكن لنا فيه قراءات للقرآن منها ختمة مترسلة فيها تفسير قراءة التفسير والتدبر وختمة سريعة فيها مراجعة الحفظ وفيها أكبر قدر ممكن من التلاوة وختمة ثانية إذا أردنا فيكون لنا فيها شيء للتدبر والمدارسة وشيء لكثرة التلاوة وكذلك في كل ليلة من ليالي رمضان لو استطعت يا عبد الله يا مسلم يكون لك مدارسة مع أهلك أو أحد أصحابك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جبريل عليهم السلام فعل مع جبريل عليهم السلام ولننتبه يا إخواني من قطاع الطرق ورصوص رمضان الذين يريدون أن يحرفون عن طريق ربنا وأن يذهبوا بنا عن سبيله وأن يخرجونا عن جو رمضان وخشوع في رمضان وعن الإيمان وزيادة الإيمان بإلهائنا بالترهات والسفاسف والمعاصي ونحن في الليل وفي النهار نعبد ربنا سبحانه وتعالى وليس فقط في النهار نعبد وفي الليل نعصي وكذلك الله الله في الفرائض فإن بعض الناس يحافظ على التراويح ويضيع سات الظهر ما يصلي الظهر إلا بعد العصر يفوت الظهر هذه فريضة والتراويح نافلة لا يجوز أن نضيع الفرائض أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا